ومن رمالة أرحب أيضا بضيفي المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية سيد إبراهيم ملحم سيد ملحم أهلا بك معنا في هذه الساعة والتطورات تتسارع عسكريا سياسيا وميدانيا منذ انطلاق عمليتي طوفان الأقصى والسيوف الحديدية الأنظار تتجه صوبة ضفة الغربية على المستويين الشعبي والرسمي باعتبارها نقطة اشتعال محتملة كيف تنظرون الآن إلى هذه الاحتمالية وهذه الفرضية وفق التطورات التي تحدث في قطاع غزة كلها سيناريوهات إسرائيلية لتبرير وتسويغ عقيدة القتل والمحو والحرق التي يعتنقها قادة المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل لاستهداف حق شعبنا بالحرية وحق شعبنا في أرضه والبقاء على أرضه وحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته في هذه اللحظات الرهيبة تختنق العبرات وتنهمر العبرات وتلهج الألسن والأنفس بالدعوات لفداحة المصاب وفضاعة ما يتعرض له أهلنا من محرقة وإبادة جماعية متدحرجة حصادها الأطفال والنساء والمرضى بالمستشفيات لم يبرأ لم تبرأ الجراح من مستشفى المعمداني حتى انفتحت جراح أعمق في المستشفى الأندنويسي ولم تبرأ جراح من مجازر متدحرجة في الشمال والجنوب على نقي الدم الممتد من جنين حتى رفح ومن أريحة حتى الخليل حتى تنفتح الجراح على مجازر جديدة متنقلة والآن تخوفات حول ضفة غربية بقاء المواطنين بقاء الناس المخططات الإسرائيلية تسعى منذ زمن طويل ولم يكن سرا عندما كشف سموتريتش عن خارطة تمتد إلى الأردن وإلى سوريا ولم يكن سرا عندما رفع نتنياهو في الجلسة الدورة 78 للأمم المتحدة خارطة لا توجد فيها الأراضي المحتلة لا الضفة ولا غزة ولا القدس هذه عقيدة تعكس عقلية الغطرسة والقوة والتوسع وأحلام التوسع التي يعتنقها قادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل الشعب الفلسطيني ضحيت هذه المخططات العنصرية التي تصوق فكر وسلوك هؤلاء القتلة بينما العالم منشغل في مجلس الأمن بحق إسرائيل بحق الجاني في الدفاع عن نفسه ملحم الآن القراءات تتفق بأن الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة على الأقل يستفيد من الانشغال بجبهة قطاع غزة لتنفيذ عمليات تهجير قصرية بدأت بالفعل ولو على مستوى المجتمعات الرعوية عفواً بالدفاع الغربية كيف تتعاملون على الصعيد الرسمي مع هذه التطورات الخطيرة؟ هذا صحيح وقد بدأت هذه العمليات قبل الحرب الإبادة في غزة لقد أعلنت من قبل الحكومة الإسرائيلية مخططات القضم والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمت عمليات التهجير للعديد من التجمعات البدوية وتتم عمليات القتل وإطلاق النار والإعدامات الميدانية في كل قرية وبلدة ومخيم في الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية مستباحة بالمستوطنين الذين تم تسليحهم وأصبحوا جيشاً رديفاً لدولة الإرهاب التي تمارس عمليات الإرهاب وتدفع المستوطنين ليقوموا بعمليات الإرهاب والتنكيل والترويع للمواطنين مثلما تقوم بحرب الإبادة المتدحرجة رضا أهلنا في قطاع غزة هل بدأتم بتحركات فعلية على الصعيد؟ وأي أن كانت التحديات؟ الرسمي يا سيد ملحم لإيقاف عمليات التهجير القصري هذه حتى الآن توجد قرى أخلية بالكامل توازياً مع التوغل البري في قطاع غزة أنت تعلمين بأن الشرعية الدولية تحرص فقط على حق الجاني في الدفاع عن نفسه ولا تلتفت إلى الضحية وهي تموت تحت أنقاض البيوت في قطاع غزة ولا الضحية التي تقتل وتعدم تحت أشجار الزيتون في الضفة الغربية هذه العقلية الدولية التي تماهي تتماهى مع الغطرسة الإسرائيلية هي التي أوصلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه إسرائيل بحاجة إلى من ينقذها من نفسها وينقذها من فارد قوتها وغطرستها قمتم بها في السلطة برام الله كون عمليات التهجير كانت خط أحمر بالنسبة لكم بالنسبة لعدد من الدول حتى الإقليمية الفاعلة في الملف الفلسطيني وهو أيضا حق مكفول بالقانون الدولي ما هي تحركاتكم لإيقاف ما يقوم به الجانب الإسرائيلي حتى الآن بالضفة الغربية من عمليات تهجير قصري وعنف متزايد من المستوطنين تجاه الفلسطيني كل النداءات التي وجهها سيادة الرئيس للأسرة الدولية وحديثه بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في أعلى منبر أممي سقطت على أذان صماء ولعلك ترين ترجمتها في التلعثم والتلكؤ في اتخاذ القرارات بينما أمام فداحة الإجراءات الجرائم التي تقع في قطاع غزة وكذلك فداحة وفضاعة ما يجري من إعدامات ميدانية في الضفة الغربية الأسرة الدولية والمجتمع الدولي لا زالت الضمائر مستترة ومتسترة على الجرائم الفضيعة التي ترتكب والتي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة وهو الذي يستحق جائزة نوبل على ما قاله من كلام يعكس إيمان الرجل بالقيم الإنسانية وكذلك جوزيف بوريل الذي تحدث عن السلطة الأخلاقية وهو حكيم أوروبا ولا أحد يستمع إلى جوزيف بوريل ولكن هناك الآن دعوات على الصعيد الشعبي لتحرك الشارع أكثر بالضفة الغربية مع تحول نقاط الاحتكاك إلى نقاط مواجهة سقط حتى الآن 122 قتيل وأكثر من 2000 من المصاب كيف ترون ذلك أنتم في الحكومة وما هو تقييمكم حتى الآن لما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعاملا مع الدعوات هذه لم تتوقف الضحية عن تقديم دمائها دفاعا عن أرضها ومقدساتها لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية نحن ضحايا ضحايا الإجراءات الإسرائيلية إن كانت العنصرية في الضفة الغربية أو عمليات القتل والإبادة والاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية أو تلك الحرب المجنونة المتدحرجة والمحركة المنصوبة لأهلنا في قطاع غزة في الضفة الغربية أيضا هناك عمليات اقتحام للمخيمات للمدن للقرى للبلدات وهذه أجدر بالعالم أن يتحرك الآن لوقف هذه المقتلة دول العالم تعبر عن القلق الذي يعتريها نتيجة عمليات القتل التي يمارسها المستوطنون القتل المجرمون في الضفة الغربية والإعدامات الميدانية والتعبير عن القلق إذا ما يتعرض له الغزيون من مجازر ومحارق نأكل ترابنا ونشرب ضماءنا ولا نبرح أرضنا من رمالة المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية سيد إبراهيم ملحم شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحة